تزعم المسيحية أن يسوع ضحى بنفسه ومات من أجل خطايا البشرية لماذا هذا الاعتقاد خاطب؟ يقول المسلمون بأن العهد القديم والعهد الجديد في الكتاب المقدس قد تم تحريفهما وهذا ليس ادعاء بسيطا بالنسبة للمسيحيين بالذات فهل يمكنك إثبات ذلك؟ أنت كشخص مسلم تؤمن أيضا بأن عيسى ولد بدون أب وأنه أعاد الموتى إلى الحياة وهذه خوارق للعادة أليست هذه أسبابا كافية لتسميته إلها؟ ألم يكن من المحتمل أن يقتبس النبي محمد صلى الله عليه وسلم المعلومات من الإنجيل والتوراة ليأتي لنا بهذا القرآن الكريم؟ أهلا وسهلا ومرحبا بك الأخ محمد حجاب اليوم سنطرح عليك بعض الأسئلة الشائعة حول المسيحية وسيكون لديك ستون ثانية للرد على كل سؤال نحن لسنا مسيحيين بالطبع ولكن نطرح هذه الأسئلة فقط حتى تظهر الحقيقة ولكن احذر لن يكون هذا سهلا مثل ركن المتحدثين نحن نطرح أسئلة أصعب فإذا كنت مستعدا فلنبدأ يعتقد المسيحيون أن عيسى هو الله لكن الإسلام يشير إليه ويصفه بأنه نبي فهل فعلا عيسى موصوف في الكتاب المقدس على أنه إله أم أنه موصوف كما وصفه الإسلام على أنه نبي ولا يخفى على كثير من الناس الذين يشاهدون هذا البرنامج أن المسلمون يعتقدون أن الكتاب المقدس محرف الأنجيل التي لدينا الآن هي محرفة الأنجيل محرفة هي ليست الأصلية التي أنزلت إلى عيسى بن مريم فهذا أولا فحتى لو كان كذلك فنقول أن هذا الكتاب محرف غير معتمد فلا نستطيع أن نأخذ ما يقول كوحي مثلا هذا أولا وطبعا الآيات المذكورة في القرآن في هذا الباب كثيرة فنبذوه وراء ظهورهم فويلوا للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فهذا أولا ثانيا نقول أن عيسى بن مريم لم يدعي ذلك بل أدعى العكس حتى في ما يسمونه بالكتاب المقدس يجدون أن عيسى بن مريم نفسه هو يذكر لليهود لو أنا دعيته كذا وكذا لا قتلتموني ثالثا مسألة عيسى بن مريم أن يكون إلها هذه مسألة محالة عقليا فلو كانت مدونة في أي من الكتب الدينية فنقول أنه غير عقلي نرفض هذا الوصف إذا لم يسمي عيسى نفسه إلها كما تقول فكيف يمكن أن ينشأ هذا الاعتقاد كيف يمكن أن يتحول النبي إلى إله فنجد في التاريخ الروماني مثلا في القرن الثاني والثالث والرابع أن كان هناك تطور أو ما يسمى بتطور فكري أو تاريخي في معتقد المسيحيين بالنسبة لما يسمونه بأشخاص الثالوث أو التثليث وهم الأب والابن والروح القدس ففي أول الأمر لم يكونوا مساوونة في الآلهة أو في وصف الإلهية في التسوية الكاملة فبعد ذلك تطور الأمر حتى إلى القرن الرابع وفي هذا الوقت وصفوا الأشخاص الثالثة في الثالوث بالتسوية الكاملة فنجد ذلك لأن كونستنتين أمبرور في هذا الوقت هو الذي انتشر المسيحية وأراد أن يتعاطف مع أولئك الذين كانوا يعتقدون بالأديان المختلفة فأخذ بعض أفكارهم ومزجها مع الدين المسيحي حتى إلى أن أصبح هذا الدين مشابها للدين هذا أو الأديان التي كانت موجودة عند هؤلاء فتشابه الأمر وهذا ملمح إليه من قبل قوله تعالى يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قالت لهم الله أن يؤفكون فهذا الذي حدث وهذا معروف حتى جي أن دي كالي هو يعتبر من أكبر رموز التاريخية في الغرب هو كتب في هذا المعنى وقال بيئة تطور التاريخي بالنسبة للدين النصراني أنت كشخص مسلم تؤمن أيضا بأن عيسى ولد بدون أب وأنه أعاد الموتى إلى الحياة وهذه خوارق للعادة أليست هذه أسبابا كافية لتسميته إلها؟ لأنه بعد كل شيء الله يعطي الحياة وعيسى يعطي الحياة أيضا بعض المسيحيين يستخدمون هذه الحجج الضاحضة لإثبات إلهية عيسى بن مريم وطبعا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يذكر إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فأول الأمر كأن الله سبحانه وتعالى هو يحج ويقول أن لو أصبح عيسى بن مريم ولدا لله سبحانه وتعالى أو الله نفسه بسبب فقدان أبوه فلذلك يصبح مثلا آدم عليه السلام إلها أكبر من ذلك هذا من الجانب الجانب الآخر قلنا أنه مثلا هو يحيي الموتى وكل ذلك بإذن الله وهذا مذكر في القرآن الكريم ولم يستطع أن يفعل ذلك بنفسه ولو كان هذا أو هذه حجة لي إلهية عيسى بن مريم فمن بابي أولى أن تكون مثلا خارقة موسى عليه السلام بمثلا فرق البحر يكون هذا من بابي أولى معجزة أكبر لأن لو مثلا واحد فكر فيها بطريقة منطقية محضر يذكر أن مثلا واحد يمكن أن يقول لشخصه أو صديقه يعني يمثل كأنك أعمى أو كأنك ميت وأنا سوحيك تمثيل يعني فهذا ممكن ولكن فرق البحر مثلا هذا غير ممكن الممكن يمثله فممكن الواحد يحج ويقول لو كانت هذه برهنة أو دليل لي إلهية عيسى بن مريم فمن بابي أولى أن يكون ذلك لي موسى عليه السلام تزعم المسيحية أن يسوء ضحى بنفسه ومات من أجل خطايا البشرية لماذا هذا الاعتقاد خاطر؟ أولاً نبدأ أن نقول أن خلفية هذه المسألة أن المسيحيين يقولون أن الإنسان له ما يسمى بالخطيئة الأصلية بسبب ذنب آدم أو أكلهم من الشجرة فلذلك كل البشرية لهم هذه الخطيئة الأصلية والله سبحانه وتعالى يقول كأنه يرد على هذا من أكبر اعتقاداتهم في العقائد المسيحية ثم يقولون فواحد أعطاك هذا الإثم والآخر أخذ هذا الإثم ومات بسببه فلا دخل لك في الموضوع أصلاً يعني لابد أنت كمؤمن المسيحي تعتقد أن واحد أعطاك إثماً والآخر أخذه منك فأنت لا دخل لك في الموضوع كله أنت لابد أن تعتقد هذه القصة وفقتك وهذا يعني يدرأ منك المسئولية والإسلام الدين مسئولية فالواحد لابد أن يعتقد بالحق ثم يقوم بالعمل الصالح كما الواحد يعتقد بهذه الأشياء فلا يقوم بالعمل الصالح لأنه يعتمد على اعتقاده الباطل لهذه القصة التي لا أصل لها أصلاً وتقدح في عدل الله سبحانه وتعالى وإنصافه هذا أولاً ثانياً نقول أن المسيحيين يقولون أن الله سبحانه وتعالى صلب يعني هم يقولون أن عيسى الله عيسى هو الإله وهو صلب فكيف أن الله سبحانه وتعالى يصلب ويموت ويقول إيلاي إيلاي لما سبقتني أو الله الله لماذا تركتني موجود هذا في العهد القديم كيف يسترخ الله سبحانه وتعالى على الصليب بهذه الطريقة ويقول الله الله لماذا تركتني فلمن ينادي إذن لو كان الأمر كذلك كل هذه المغالطات كلها لا يعتقد بها إلا واحد لا يهمه الحق يعني لابد أن تخدح في عقلك ومنطقك حتى تصل إلى هذه النتيجة أي واحد يريد أن يحترم عقله فلا يستطيع أن يصل إلى هذه النتائج وإلى هذا الدين وهذه المعتقدات إطلاقاً يقول المسلمون بأن العهد القديم والعهد الجديد في الكتاب المقدس قد تم تحريفهما وهذا ليس ادعاء بسيطاً بالنسبة للمسيحيين بالذات فهل يمكنك إثبات ذلك؟ بل يقولونه المسيحيين حتى كبار علماء المسيحيين فيما يسمى بtextual criticism أو مسألة نقد القراءات أو نقد الأنجيل أو نقد العهد القديم والجديد في هذه المسألة وفي هذه المادة من أكبر علمائهم هم يزعمون ذلك مثلاً بروس ماتسكر يعتبر من أكبر علماء في هذا الباب وألف كتابه في تحريفي الذي يصب في هذا المعنى وأيضاً طبعاً بارت إيرمن الذي أنا تكلمت معه أصلاً وعنده كتب كثيرة جداً يعني في هذا الباب ويزعم نفس الشيء وهذا موجود يعني لماذا؟ لأن لا يوجد سنداً سنداً صحيحاً من أصحاب الأنجيل المحرفة إلى عيسى بن مريم يعني نحن طبعاً لا يخفى على كثير من من يسمع هذا البرنامج أن حتى يقبل الحديث لابد أن يتوفر فيه خمسة شروط أن يكون متصلاً ويكون كله رواته عدل وأن يكون ضابطاً لحفظه أو لكتابته ويكون خالياً من الشذوذ العلل فهذه الشروط الخمس لابد أن يتوفر حتى يكون الحديث صحيح فيكون هناك سند صحيح من مثلاً النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الراوي فيقبل حديث من هذا القبل وإنما المسيحيون ما عندهم هذا ما عندهم مسألة السند الصحيح من كتبهم المقدسة التي يزعمون أنها مقدسة وهي محرفة في الحقيقة مثلاً هذه الأنجيل المحرفة بينها وبين عيسى بن مريم من 80 سنة إلى 100 سنة أو أكثر من ذلك فنقول ما الذي وصلهما أو وصل كل هذه الكتب مع عيسى بن مريم لا يوجد دليل صحيح أو سند صحيح ولذا حرف من هذا القبل ويوجد كثير من التناقضات بين نسخ الأنجيل المحرفة المختلفة هل يمكنك أيضاً إثبات أن هذه الكتب قد تم تحريفها من الكتب نفسها ربما من خلال التناقضات دعم بالضبط يعني مثلاً لو واحد فتح العهد القديم في أول صفحة يجد التناقض بين الصفحة الأولى والصفحة الثانية بل بين السطر الأول والسطر الثاني يعني التناقضات شععة جداً بدرجة أن هذا يعني أكبر علماء المسيحية هم يعترفون بذلك يعني اعترافاً كبيراً مثلاً في سفر التكوين هي جانيسيس أكاونت في سفر التكوين يجد في أول العهد القديم يوجد ذكر أن مثلاً الشمس والقمر والنجوم خلقت في اليوم الرابع وإنما الخضروات يعني خلقت في اليوم الثالث فهذا موجود فكيف مثلاً أن الخضروات تكون موجودة من غير اكتساب غذاء من الشمس هذا من أول أمر هذا السؤال بس ولكن لو فتحت الصفحة الثانية في السفر الثاني في العدد الخامس تجد أن يوجد ما نبت شيئاً من الأرض فكيف لا ينبت شيئاً من الأرض وأنت قلت له في السفر الأول أنها كانت موجودة في اليوم الثالث فهذا التناقض وقد حصل على هذا التناقض أو تكلم في هذا التناقض حتى من كبار علمائهم أوريجين الأسكندراني أوريجين الأسكندراني يعتبر من كبار علمائهم القدماء منذ القدم ألف كتاب اسمه معناها من المقدمات الأولى وذكر فيها أن حتى في هذا المعنى في هذه التناقضات التي ذكرتها واحد ذو عقل لا يعتقد أن هذا من إله لابد أن نعرف ما هو من الله سبحانه وتعالى وما هو من كلام البشر يعني هو واحد من كبار علماء المسيحية يفتح الكتاب ويقول هذا الكلام ويليوم لين كريبري يعتبر من أكبر علماء المسيحية في هذا العصر وذكر التناقض هذا وقال أنه كأنه لا يهمه كاتب هذا الكلام أنه يوجد تناقض فيه فالتناقض موجود ومعترف به من قبل كبار علماء المسيحية وهذا شيء فاضح جدا للغاية يقول المسلمون بأن الإنجيل والتوراة هما في الأصل منزلان ومرسلان من عند الله ثم يزعمون بأنه قد تم تحريفهما لماذا يسمح الله بهذا التحريف؟ الله سبحانه وتعالى بالنسبة للقرآن الكريم وقد ذكر أنه للسنة أيضا قال إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون أما تكلم في التوراة والإنجيل وكذا قال بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فمسألة الحفظ الله سبحانه وتكفل بها بالنسبة للقرآن الكريم والسنة النبوية ولم يتكفل بها للتوراة والإنجيل بسبب أن كلاهما كان مخصصان لي وناس معينون ولي وقت معين فهما ليس للبشرية كلها وما أرسلنك إلا كافة للناس وما أرسلنك إلا رحمة الله العالمين فالقرآن الكريم للبشرية كلها وإنما التوراة والإنجيل ليس كذلك فلم نحتاج إلى التوراة والإنجيل أو حفظهما ولنما يهيمن عليهما وهو القرآن الكريم الذي هو المهيمن ما هي الفرقات بين حفظ القرآن الكريم والإنجيل؟ فالفرق الجوهري بين مثلا حفظ القرآن الكريم وحفظ النجيل المحرفة التي لم تحفظ بعد أن الأكبر فرق هو السند الصحيح ولابد أن تتوفر خمسة شروط حتى يحفظ الحديث ويقبل من قبل الرواية وهذه الشروط حتى أذكر الناس وأذكره نفسي هي أن يكون هذا السند صحيح أن يكون موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون كل رواته عدل ويكون أيضا ضابطون في الحفظ أو الكتابة ويكون خاليا من العلل والشذوذ والشذوذ قد يكون شذوذ نصي أو شذوذ سندي فهذا لابد أن تتوفر هذه الشروط الخمسة حتى يقبل الحديث هذا أولا ثانيا حتى لو تركنا كل هذا بالنسبة لطرقهم أو الطرق الغربيين لإعادة النظر إلى التاريخ القديم حتى لو استقدمنا هذه الطرق نجد أن القرآن الكريم والسنة النبوية هي أحفظ من ما عندهم بين أيديهم لماذا؟ مثلا لنا ما يسمى بـ يستخدم كاربن اسمه كاربن 19 ويجربونه تحت الماكروسكوب ومن قبله يعرفون متى حدث هذا أو متى كان هذه الصحيفة موجودة فمثلا عندنا صحيفة معينة اكتشفت منذ خمس سنوات أو شيء مثل هذا أو ست سنوات وهي صحيفة برمينغام سموناها صحيفة برمينغام وهي موثوقة إلى درجة 95% وموثوقة في جامعة أوكسفورد مش في الأظهر ومش عارفين لا في جامعة أوكسفورد هم الذين وثقوا هذه الصحيفة وقالوا أنها رجعت إلى وقت حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولها نفس السور هي نفسها التي موجودة طبعا ليس القرآن كاملا لا قلنا القرآن كاملا ولكن هذا يعني يعضد ما عندنا من أحاديث ويعضد ما عندنا من حجش فحتى بهذه الطريقة نجد أدلة الواضحة التي تبين أن القرآن حفظ من طريقة الغربيين الهيش سي أم وطريقة السندة الصحيح وطرق أخرى كثير جدا نقوشات موجودة في مثلا المسجد الأقصى في وقتي عبد الملك بن مروان موجود جدا أشياء مكتوبة في نقوشات نجد صحف مثلا أقول لك في صحيفة معينة اسمها صحيفة همام بن منبه ولد سنة 19 بعد الهجرة اللي هي 8 سنين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم والنقوشات وهذا وذاك فالمسيحيين لا المسيحيون اللي ما عندهم أي من هذه الأدلة إطلاقا ولذلك حتى من أكبر المستشريقين في هذا اليوم لا يقارنون مثلا قرأت كلام الواحد اسمه نيكرا صعي معي لا يقارنون وهم ليسوا بمسلمين لا يقارنون حفظ القرآن الكريم مع حفظ هذا الكتاب المحرف ألم يكن من المحتمل أن يقتبس النبي محمد صلى الله عليه وسلم المعلومات من الإنجيل والتوراة ليأتي لنا بهذا القرآن الكريم فهذه نظرية خاطئة لأسباب عدة منها الأتي أقول لك أن القرآن الكريم هو يرد على المسيحيين وعلى اليهود فيما يعتقدون من معتقدات فاسدة منها معتقد الثالوثة والتثليث ولا تقول ثلاثة انتهوا خيرا لكم مثلا فهذا أولا ثانيا بالنسبة للمعتقداتهم التي يقولونها في الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى استراحة مثلا استراحة في اليوم السابع فهذا غلط طبعا أولا غلط من قبل المنطق واحد أما يفكر في هذا فهو يستحيل عقلا أن يكون إله يستريح مثلا كيف يستريح وهو إله وهذا مردودا عليه من قبل آياتان في القرآن الكريم ممكن أكثر من ذلك الحي القيوم مثلا لا يأخذه سنة ولا نوم فكل هذه تصحيحات لمعتقدات فاسدة لليهود والنصر هذا أولا ثانيا يوجد سنف آخر من التصحيحات وهو سنف مثلا يركز فيه الشيء التاريخي وهذا مثلا نموذج واحد أنا ممكن أفتح باب هو ملف كبير جدا في هذا طبعا بس أنا أرد بطريقة مختصرة الله سبحانه وتعالى يقول بالنسبة لموسى عليه السلام يقول وقال الملأ من قوم فراعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك هذا في صوت العرف طيب ما هو وجه مثلا الاستشهاد هنا أنا أقول لك أن مسألة أن المصريين القدماء كانوا يعبدون آلهة هذا ليس موجودا في بطون كتب العهد القديم ليس موجودا إطلاقا في ذلك وكيف حتى قول فراعون أنا ربكم الأعلى ليس بموجود فهذه معلومات جاءت لتبين لنا الصورة الصحيحة لماذا حدث مع موسى وفراعون وقومه فهذا أولا ثانيا حتى مثلا في صورة يوسف عليه السلام نجد أن يوسف كان يتكلم مع الملك وكان يذكره ويسميه ملكا فلما لا يسميه فرعون وفرعون هو مذكور في قصة موسى فحتى علماء الأنجيل المحرفة والمسيحيين وهؤلاء هم يعلمون أن في وقت يوسف عليه السلام كانت هناك داينستي معينة اسمها The Hiscox Dynasty اسمها The Hiscox Dynasty وهذه في فترة معينة تاريخية زمنية لم يكن هناك فراعنة وإنما كانوا ملوكا وهذه دقيقة جدا ولا يستطيع أي واحد أن يقتبسها ويغيرها ويصحيحها إلا بمعرفة اللغة الهيروغلوفية المصرية القديمة التي ترجمت في القرن الثامن عاشر فقبل ذلك ما استطاعوا فهم هذه المعارف ولذلك فهذا يخطئ تماماً ويهدم تماماً نظرية أن القرآن مقتبس من هذا القبل هناك أيضاً بعض المسيحيين الذين مروا ببعض التجارب الروحية عندما صلوا لعيسى بن مريم يقولون أن صلواتهم قد قبلت ألا يكون هذا دليلاً على صحة هذا الدين؟ لا يكون هذا الدليلاً على صحة هذا الدين لأن الذي يعبد مثلاً الشيطان ممكن يزعم نفس للدعاء يقول أن دعوت الشيطان وقد قبلت لي كل دعوين طبعاً هذه ليست حجة أساساً ولا يقبلها أحد فمثلاً قد يكون الله سبحانه وتعالى يزيغ قلب الذي يكفر بالله سبحانه وتعالى من باب انحرافهم عن الحق الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم فهم انحرفوا ثم الله سبحانه وتعالى خاتم على قلوبهم بطريقة معينة أنا أقول لك أن هذا ليس بدليل فلو واحد جاء لك وقال لك أنا تكلمت مع الروح القدس وفعلت كذا وكذا فنقول لك أن اليهود ممكن يقول نفس الشيء وأن الذي يعبد الشيطان ممكن يقول نفس الشيء والهندوزي الذي يغتص في النهر الذي الجانجز ريفر بتاحهم اللي هو في الهند ممكن يقوله نفس الشيء فكل حاجة دي مش دليل طبعاً لو استخدمها واحد تعلم أنه لا دليل له أصلاً دعنا نفرض جدلاً بأن المسيحية خاطئة فكيف نعرف بأن الإسلام هو دين الحق لابد أن نأخذ مسألة كيف نثبت أن الإسلام أو الدين صحيح كيف نثبت ذلك بطريقة تدريجية فنبدأ بمسألة إثبات وجود الصانع أو الله سبحانه وتعالى ونقول هل يمكن عقلاً أن تكون شيء من لا شيء أما نقول لا شيء معنى ذلك أن هذا اللا شيء لا يحمل الشيء ففاقد الشيء في هذا الباب لا يعطيه فلا نستطيع أن نقول أن الشيء ممكن يأتي من لا شيء فهذا كنت نعقد أم خلق من غيشة أم هم الخالقون فهل كون نفسه أو الإنسان نفسه ممكن يخلق نفسه فهذا تناقض فحتى يكون ذلك كذلك لابد أن يكون الكون موجوداً وغير موجود في نفس الوقت السؤال الثاني كيف نثبت أن من أوجد هذا الكون واحد وليس اثنين أو ثلاثة أو أربعة حتى نضرب المثل بالمسيحية لو الأب والابن اعترض بعضهم على بعض في مسألة واحدة من سيعلو على الآخر مثلاً أو مثلاً أقول لك لو هذه الساعة حتى أخطيكم شيء ترونه هذه الساعة يعني الأب يريدها أن تكون على الشمال والابن يريدها أن تكون على اليمين فإن ستذهب هذه الساعة؟ لو قلت ستذهب إلى الشمال إذن الأب هو الإله والابن ليس بالإله لو ذهبت إلى اليمين فالعكس كذلك لو بقت كما هي في المنتصف هنا وما تحركت هنا ولا هنا يكون هذا معارضاً لإدعاء إلهية هذا ولا ذاك فكلهما ليس بإله فهذا الدليل اسمه التمانع الذي يستخدم في هذا الباب هو يبين أن الله سبحانه الواحد بذلك نحن نرفض بذلك أو نستطيع أن نميز الإسلام دون غيره من الأديان الأخرى الموجودة على وجه الأرض التي تدعي أن هناك أكثر من إله واحد كما ذكرنا بالمسيحية أو الهندوزية أو غير ذلك من الأديان المحرفة المغالطة التي يتبعونها كثير من الناس في العالم نأتي إلى المرحلة الثالثة وهي كيف نثبت أن القرآن هو كتاب حق؟ فنقوله هو القرآن الكتاب الوحيد الذي ذكر هذه التحديات التي موجودة بين أيدينا مثلاً إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسرعة من مثله وأدعوا شهدائكم بدون الله إن كنتم صادقين فهذا مثلاً هذه الآيات تحدي يؤتوا بشيء مثل هذه السورة القرآنية حتى نستطيع نحن أن نقارن بين هذا وذاك ولو استطاعوا هؤلاء العرب الأول الذين استمعوا إلى هذا الكلام أن يفعلوا ذلك لا فعلوا أو لم يستطعوا أن يفعلوا ذلك رابعاً نقول النبوات الموجودة في القرآن الكريم أعطيكم مثالاً واحد فقط فحسب الله سبحانه تعالى يقول في القرآن الكتاب الافلامين غلبت الروم في أدنى الأرض وهم الموادي غلبين سيغلبون هذا قد حدث وقد تكلم في ذلك حتى المؤرخين الرومانيين الروم انتصروا على الفرس بعد الثمان سنوات بعدما أنزلت هذه الآية فهذه الطرق ممكن الواحد بها يثبت القرآن ويثبت الإسلام ويثبت وحد دينية الله ويثبت إثبات وجود الصانع عندما ننظر إلى حياة عيسى عليه السلام ننحد أنه لا توجد حروب هناك مواضع سلام فقط ولكن عندما ننظر إلى حياة محمد صلى الله عليه وسلم نرى الحرب والعنف والغزوات أليست هذه المقارنة كافية لنفهم أي واحد يمكن أن يحقق السلام في العالم طيب أولاً هذه المقارنة خاطئة لأسباب عندنا كله هم يعتقدون أن عيسى بن مريم هو الله هو الإله ونحن نقول عن محمد صلى الله عليه وسلم أنه نبي فكأنهم يعترفون أن عيسى بن مريم دون الإله بمقارنته مع نبي هم يعتقدون أن عيسى بن مريم هو جزئية من الثالوث أو شخص أقول شخص من الثالوث فهو لا ينفك عن عقيدة الثالوث ولا ينفك عن الأب والروح القدس طيب لو كان الأمر كذلك فأصبح عيسى بن مريم هو مؤلف العهد القديم مؤلف التوراة لأنه لا ينفك عن الروح القدس والأب فماذا تقول التوراة في مسألة الغزو ومسألة قتل الناس فنبدأ بذلك في السفر واحد والثلاثون فالعدد الثامن عاشر يذكر أمر لموسى يعني يدخل القرية ويدبح الناس ويأخذ البنات لنفسه خذوهن لأنفسكم ثانيا أما يأتي في آخر الزمان موجود في كتاب الريفليشن أما يأتي ويقتل ويعمل ويفعل كل شيء فهم يحاولون الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وعرضه ولا يستطيعون الرد على هذه الشبهات نحن لا أعلم أن بعض المسيحيين لديهم علاقة محبة مع عيسى ومريم عليهم السلام وقد يخشون أنهم إذا تركوا المسيحية فإنهم سيتخلون عن هؤلاء الناس أيضا هل هذا هو الحال فعلا؟ هذا ليس بالحال بل عكس كذلك لأن مثلا هذه الشخصيات عندنا هم شخصيات مقدسة عيسى بالنسبة لنا من أولي العزم من الرسلي فهو من أفضل الشخصيات الذين مشوا على وجه الأرض وكذلك أمه مريم عليها السلام فنقول عليها أنها أفضل على الإطلاق إمرأة مشت على وجه الأرض فلا يفقد المسيحي الذي أراد أن يعتنق الإسلام هذه الشخصيات بل نقول أنه سيكون له فكر صحيح عن هذه الشخصيات أنه سيقدس هذه الشخصيات بالطريقة اللائقة الصحيحة المنطقية العقلية فنقول لن تفقد هذه الشخصيات بل العكس كذلك ونحن نتبع هؤلاء نتبع عيسى بن مريم بالطريقة الصحيحة فمثلا قرأته أنه كان سجد مثلا في حديقة جتساميني في العهد الجديد هو سجد في جتساميني احنا من الناس مثله أو مريم عليها السلام هي كانت حتى في صورهم التي يرسمونها هي محجبة وهذا فالمسلمات يفعلنا ذلك فنقول إنكم ستتبعون هذه الشخصيات بالطريقة اللائقة التي أرادوا هذه الشخصيات اتباعها بدلا من أن تقولوا أن هذان كانوا أو كانوا إلى هيني من دون الله يستحقاني العبادة أو غد ذلك فهذا غير لايق الباتة لو كان كل المسيحيين في العالم يستمعون إليك لمدة دقيقة أو دقيقتين فماذا ستقول لهم؟ أعلم أنك رجل قوي ولكن بالنظر إلى الكاميرا حاول التحدث عاطفيا من فضلك طبعا أقول لها مثلا نحن نتفق على كثير من الأشياء نحن نتفق على أن عيسى بن مريم هو شخصية مقدسة مهمة جدا للغاية لابد من اتباعها ولكن نقول يعني الفرق الجوهر بيننا وبينكم هي في مسألة هل هو إله ولا لا وأنتم تعلمون يقينا وعانيتم معاناة كبيرة جدا في محاولة حل هذه المشكلة عندكم أنا أظن أنكم أما كنتم أطفالا وكنتم تفكرون في هذه المسألة كيف أن يكون هناك رجلا وهو يكون الله في نفس الوقت كنتم تعانون من هذه الأشياء وكان هذا الضغط كبير جدا ووزر كبير جدا عليكم ولكم الآن أن ترفضوا هذا وتستريحوا بالإسلام تستريحوا بمعرفة أن هذا الشخص هو كان نعم نبيا ولكن لم يكن إلها إن كان هذا الكلام مقنعا بالنسبة لكم فإنكم بطريقة أو أخرى اعتنقتم الإسلام نقول أو رفضتم على الأقل المسيحية وهذه الخطوة الأولى في استراحتكم النفسية والبدنية ونجاتكم الروحانية جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر